لما بتكون في علاقة مع نرجسي وشفت كمية الانانية اللي عنده واللي بتعتبر مركة مسجلة في شخصيته بتلاقي نفسك احيانا بتسأل ازاي هو قادر يعيش مع نفسه بالشكل ده الكتب اللي بيملى النرجسي بيخليه تصرف بالتلاعب والخداع وبيخليه ما عندوش اي مشاعر ولا احساس ناحية مشاعر الاخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية اذا كنت مهتم بموضوعاتنا عن النرجسية ما تنسايش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلت كل حلقتنا الجاي علشان نجاوب على السؤال ده لازم نفهم كويس قوي نفسية النرجسي وازاي انها بتختلف عن الشخص العادي بتكون مشاعره او مشاعرهم وافكارهم وسلوكياتهم مختلفة تماما وكمان الاسباب اللي بتخليهم يعملوا التصرفات دي ما بتكونش واضحة للي حواليهم هنعرف في الحلقة دي ازاي كان النرجسي بيحس بالزنب ولا لأ لكن خلينا نعرف الاول ايه اللي بيخلي انسان يبقى نرجسي علشان تعرف مشاعر النرجسي بشكل كامل محتاجين الاول اننا نفهم معنى انك تكون نرجسي النرجسية جماعة صفة شخصية موجودة فينا كلنا الى حد ما والنرجسية دي يعني هي شعور وإحساس متضخم بأهمية الزات والنرجسية انواع زي ما قلنا قبل كده منها نرجسية العظمة واللي بيكون من اهم صفاتها تقدير كبير جدا ومبالغ فيه للذات وبيكون الشخصية اللي من النوع ده عندها كارزمة كده وعندها استعداد لانها تستغل الاخرين وكمان بيكون عندها ثقة زايدة في قدراتها من الصعبة جدا انك تتخيل ان شخص عنده نرجسية كبيرة انه يشعر بالزنب لانه من النادر انه يحس انه ممكن يعمل تصرف غلط او مسيق او انه يخطئ اما النرجسية الضعيفة عكس النرجسية العظمة لان بيكون المصاب بالنرجسية الضعيفة دي شخص منطوي على نفسه وما عندهش ثقة في نفسه او ثقته بنفسه بتكون ضعيفة بيكون عنده حساسية عالية جدا ناحية اي انتقاد ولما بيترفض الشخص اللي من نوع ده بيحس بالخزية ناحية نفسه اما النرجسي المتكبر ما بيحسش اصلا بمشاعر الاخرين ولا بتلفت نظره وبالرغم من ان النرجسية العظيمة او الفخمة بتختلف شوية عن النرجسية الضعيفة ولكن ده ما يغيرش من سلوكهم ناحية الاخرين وسواء الشخص ده عنده ثقة اكتر او اقل بنفسه فيستمر في انه ينتقد الاخرين لما بيتعرض هو للانتقاد علشان يحمي غروره في الحالتين وده معناه انه من الممكن انه يلجأ لتشويه سبعة الاخرين او ازلالهم علشان يحس من صورته وشكله ورغم كل ده لما بتقدر تفهم المشاعر اللي نرجسي بيحس بيها ده هيساعدك انك تقدر تفهم ايه اللي بيصيره وتقدر كمان تتعامل مع اساءاته وميوله نرجسية في الغالب بيتم وصف النرجسي على انه عديم الشعور لكن النرجس يا جماعة مش مجنون او مختل عقليا بشكل يخليه ما عندهش مشاعر ولكن هو انفعاله شديد جدا وبيركز على مشاعره الخاصة على حساب مشاعر الاخرين النرجسي بيفتقر للقدرة على انه يفهم الاخرين لما المشاعر دي بتكون ملهاش علاقة بيه ملوش اي علاقة بيها ما بيحسش بيها اصلا النرجسي العظيم بيعتبر نفسه انه افضل حد في كل حاجة وان العالم ما بيمدحوش على مواهبه بما فيه كفاية ولما ما بيحصلش على المتح اللي هو محتاجه بيحس بغضب واحباط رهيب جدا وبيخرج غضبه ده على اقرب الناس له ولما بيعمل كده بيكون عشان الناس دي تخاف من غضب النرجسي وتبدأ تديله الامداد اللي هو محتاجه اما النرجسي الضعيفة جماعة عنده تقريبا نفس المشاعر اللي ممكن اي حد يحس بيها زي نعدام الامان والقلق وبيكون دايما محتاج يحس ان الكل بيحبه ومعجب بيه علشان هو ما عندهش اي طريقة تانية تخليه يقدر بيها يحس ناحية نفسه باحترام او تقدير النرجسي الضعيف ده لما بيمر بسلوك فيه نوع من الانانية بيكون تفاعله عبارة عن تجاهل تام لمشاعر الاخرين ورغم كده في الغالب تفاعله ده بيتحول لداخل نفسه وده بيزود عنده الاحساس بالخجل وانعدام الامان طيب هل النرجسي بيحس بالقلم العطفي؟ كل النرجسيين العظماء والضعفاء قادرين على انهم يشعروا بالقلم العطفي لكن ما بيقدروش يتحملوا لفترة طويلة في الوقت اللي الناس الطبيعيين ممكن يحسوا بالحزن او بالزنب او حتى بالغضب من غير ما ينتقدوا الاخرين النرجسيين علشان يتحكموا وينظموا عواطفهم بيلجأوا لانهم يرموا لهم على الاخرين او انهم يهينوهم ويبدأ النرجسي يوهم نفسه بافكار مزيفة عن تفوقه وافضليته على الاخرين طيب هل النرجسي بيشعر بالزنب او بالندم؟ من الممكن ان السؤالين دول جماعة يكونوا ومش صح لان من الطبيعي اننا نحس بالزنب او الندم لما نعمل تصرف او نقول كلام متعارض مع قيمنا وثقافتنا اللي احنا نشأنا عليها لما انسان بيعيش في بيئة مثلا القتل فيها مثلا شيء عادي او مقبول فبكل تأكيد مش هيحس باي شعور بالزنب بعد ما يرتكب جريمة القتل دي في معظم المجتمعات يا جماعة او الثقافات القتل من المحرمات يعني القتل ده حاجة طبعا غير مقبولة علشان كده غالبية الناس هتحس بالزنب وهتحس بالندم لو عملت حاجة زي دي اما النرجسي خليك عارف انه ما عندوش نفس القيم اللي عند الناس الطبيعية دي علشان كده هتلاقي ان الكذب والتلاعب والخداع مش هيتعب له ضميره او يقصر فيه وبالتالي مفيش اي داعي للإحساس بالندم او بالزنب النرجسي قادر انه يفهم قيم الاخرين كويس وعارف ايه المقبول وايه اللي مش مقبول في المجتمع وهيبزل النرجسي كل جهده علشان يمشي مع القيم دي وينفزها طالما ده بيحقق له الميزات اللي هو محتاجها ورغم الكلام ده فالنرجسي اذا احس انه في امان وانه مش هينكشف بكل تأكيد هيتصرف زي ما هو عايز وهيتصرف بطريقة اتعارض تماما مع قيم المجتمع اللي احنا عايشين فيه النرجسي بيعرف كويس امتى عمل حاجة غلط طالما في حد لفت نظره للعمله ده شخص المصاب بنرجسية العظمة جماعة من الممكن انه ميلحظش خالص الضرر اللي تسبب فيه اذا محدش قال له عليه او لفت نظره له او انه عمل شيء خطأ لانه بيهتم جدا بمشاعره الخاصة لدرجة انه من الصعب عليه جدا انه يفهم مشاعر الاخرين النرجسيين بكل انواعهم مش هيكون عنده اي شعور بالزنب ولكن هيكون عارف بس ان الناس مش هتتقبلهم او تحبهم لو استمروا في سلوكياتهم المؤذية دي النرجسي بيهتم اكتر من اي شيء تاني بانه يحصل على مصدر ثابت من الامداد علشان كده لما النرجسي بيفقد مصدر التوريد والامداد ده بتكون ضربة كبيرة جدا للنرجسي النرجسي بيحتاج دايما يكون عنده مصدر ثابت للامداد ده علشان يحس ويشعر بالرضى عن نفسه ولما الامداد ده بيغيب عنه ولو ايام بسيطة بيقل جدا احترامه لنفسه وتأديره وبيحتاج بشكل عاجل جدا لشخص يعوده عن غياب مصدر الامداد اللي بعد عنه ده الشعور بالزنب بيكون نتيجة التفكير في الالم اللي انت سببته لحد معين وازاي ان تسببك في الالم الشخص ده بيتعارض مع قيمك والسلوكياتك الطبيعية اما النرجسي وخصوصا المصاب بنرجسية العظمة ما عندوش فكرة عن التفكير في الالم اللي بيسببه للاخرين ده اما النرجسي الضعيف ممكن يفكر في الالم اللي سببه لشخص معين ده لو الموضوع كان له علاقة به طيب ازاي تخلي النرجسي يحس بالندم اتكلمنا وفهمنا عن ان النرجسي ما بيشعرش بالزنب بنفس الطريقة اللي بيشعر بها اي شخص تاني ولكن من الممكن انه يعبر عن شعوره بالزنب ده ولكن لما بيعمل كده بيكون شايف انه هيكون مستفيد من انه يظهر شعوره بالزنب زي مثلا لو النرجسي انتقد شخص معين واساء له فهو عمره ما يحس بالزنب ده يعني بعد ما ده يحصل ولكن من الممكن انه يظهر انه ندمان علشان بس ما يخليش الشخص ده يتركه ويبعد عنه وكمان علشان ما يخسرش مصدر الامداد ده علشان تخلي النرجسي يشعر بالزنب بناحية افعاله او اخطاءه لازم يعرف ان في عواقب للتصرفات دي خليه يعرف انك مش هتتسامح ابدا مع افعاله دي وانك على استعداد لانك تنفصل عن العلاقة لو استمر في اللي بيعمله ده لما النرجسي بيحاول يستعيدك للعلاقة لو بعدت عنه مققتا بسبب تصرفاته بيتعامل معاك بطريقة الاغراق العاطفي والهدايا والمتح في شخصيتك ولكن خليك عارف ان الكلام ده مش هيستمر كتير علشان كده لازم توضح للنرجسي انك مش مهتم اصلا بالهدايا والعواطف دي اكتر من اهتمامك بانه يغير سلوكه معاك لما تكون عايز تخلي النرجسي يشعر بالخجل والاحراج انت محتاج انك تعرف النوع النرجسي اللي انت بتتعامل معاه اذا كان النرجسي متكبر فالاحساس بالحرج او الخجل ده هيقدل نتائج عكسية تماما لانه عنده احساس ناحية نفسه بالاهمية الشديدة جدا وهيحاول يغير الوضع تماما علشان يحرجك انت ممكن انك تعمل التصرف ده مع النرجسي الضعيف وكمان فيه ظروف معين ما تتوقعش ابدا ان اهانة شخص نرجسي بالقصد في مكان عام او حتى في مكان خاص اثناء الجدال معاه او المناقشة ان ده ممكن يغير سلوكه لان انت هنا هتخليه يستخدم كل اساليب دفاعه عن نفسه زي انه ينكر واستخدم حملات التشويه ضدك والغضب عليك بشكل كبير جدا اضطراب الشخصية النرجسية يا جماعة مرض خطير جدا والشخص المصاب بنرجسية العظمة مش ممكن يعتقد او يتقبل ان فيه حاجة غلط في شخصيته ودايما متخيل انه عايش في مجتمع مش مناسب لمواهب وعقله من الحاجات اللي لازم تكون فاهمها لما تحاول تحرج نرجسي او تخليه يحس بالزنب انه هيكون دايما مستعد للدفاع عن نفسه باستماتة وبدون تعب المطلوب انك تخلي النرجسي يفهم ازاي انت ممكن تأذيه ولكن من غير ما يحس انه فعلا بيتعرض للهجوم وبكل تأكيد من الصعب جدا انك تقدر تعمل كده حتى المعالج النفسي المحترف نفسه بيعاني لما بيحاول يعمل ده يعني اتمنى ان الحلقة تكون استفدتم بيها والمعلومة تكون وصلت وماكنش طولت عليكم ان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته